التساع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استهل الرئيس عبدالفتاح السيسي مشاركته في فعالية نسخة ثانية من القمة الروسية الأفريقية والتي تعقد بمدينة سان بوترسبرغ بروسيا الاتحادية بحضور جلسة العمل للمنتدى الاقتصادي والإنسانية وذلك بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد كبير من القادة الأفريقى كما شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماع مع قادة الدول الأفريقية لمبادرة الوساطة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية كما التقى الرئيس السيسي مع رئيس جمهورية جنوب أفريقا سيريل رامافوزا حيث تناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين وتفعيل أطر التعاون المشترك في كافة المجالات وتناولت المباحثات آخر تطورات الملفات ذات الاهتمام المشترك على المستوى الدولي لسيما الأزمة الروسية الأوكرانية أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زيد النهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة وصرح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تقدم بخلص التعازي والمواساة للشيخ محمد بن زيد النهيان رئيس الدولة في وفاة أخيه الشيخ سعيد بن زيد النهيان ممثل حاكم أبو زبي منوها إلى ما قدمه الفقيد من عطاء وإخلاص لخدمة وطنه ولتعزيز العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات رجيا الله عز وجل أن يسكن الفقيد فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زيد عن تقديره للمشاعر الأخوية الصادقة التي أعرب عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي مشيدا بالعلاقات الوثيقة بين مصر والإمارات قيادة وشعبا ومعربا عن خالص تمنياته بدوام الأمن والاستقرار والازدهار لمصر رحبت مصر ببدء تنفيذ خطة الأمم المتحدة لإنقاذ خزان صافر المتواجد قبالة السواحل اليمنية بالبدء في تفريغ حمولته من النفط الخام وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية دعمها الكامل للجهود الدولية التي تقودها منظمة الأمم المتحدة في هذا الصدد مشيدة بالتسهيلات المقدمة من جانب التحالف العربي في اليمن بما يعزز من مساعي الحفاظ على البيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر ويضمن سلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية لحركة التجارة العالمية قتل ستة أشخاص وأصيب أكثر من عشرين آخرين بجروح جراء انفجار لعبوة ناسفة في منطقة سيدة زينب جنوب دمشق وفق ما نقل الإعلام الروسية السورية عن وزارة الداخلية ووصفت وزارة الداخلية السورية التفجير بالإرهابية ووقع جراء انفجار دراجة نارية بالقرب من سيارات مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم أوكراني بمسيرات على أهداف بمنطقة موسكو وأوضحت الوزارة أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مسيرة عسكرية أوكرانية قبل أن تتمكن من مهجمة أهدافها في موسكو مشيرة إلى أن الواقع لم تسفر عن الضحايا أو أضرار للمباني زارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي كتدرائية التجلي في مدينة أودسا الساحلي على البحر الأسود والتي أصيبت بأضرار جراء قصف روسي تعرضت له سابقا وقالت الرئاسة الأوكرانية في بيان أن زلنسكي عينت دمار الناجم عن القصف الروسي الكثيف الأخير على البناء التحتية والمدينة والوسط التاريخي لأودسا وأضفت الرئاسة أن زلنسكي طلع على حجم الدمار في الكنيسة ووضعها الراهن إضافة إلى إمكانية إعادة بنائها قال البيت الأبيض أن انسحب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية أدى إلى حدوث تقلبات في أسعار الحبوب وأضفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جانبيير إن مبادرة الحبوب الخاصة بالبحر الأسود أسفرت عن تصدير أكثر من 32 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق مشيرة إلى أن الإجراءات التي تتخذها روسيا لحرمان الأسواق العالمية من هذه الكمية الكبيرة من المنتجات الغذائية ستؤدي إلى تفاقم الجوا في بعض أكثر المناطق تضررا في العالم ترجمة نانسي قنقر